أهلا بكم في فيديو جديد وهنا نتكلم النهاردة على دفاع الجوي السالوخي لإيران كنت اكلمت في فيديو القصير إن عندهم أسماء بالعبيض وده حقيقي ده اللي احنا نشوف النهاردة وده فيديو طويل فأنت تجمد كده معي وخلينا نبتدي احنا نتكلم تقريبا في أكتر من 20 نظام بأسماء غريبة شوية طب خلينا نتكلم في الحاجات اللي هي ممكن نقول إن هي أجنبية الأول وخلينا نتكلم الحاجات اللي من أيام الشاه فأنت تلاقي نظام الـ M-I-M 23 هاك الأمريكي اللي المدى 45 إلى 50 كيلو وبعد كده عندنا نظام الربير البريطاني اللي يعتبر قصير المدى اللي المدى 400 متر إلى 8200 متر وكذلك عندنا نظام كيوب أو اللي بيطلق عليه سام 6 وده السوفيتي طبعا ونكمل في الحاجات الروسية والسوفيتية فهنلاقي نظام التور مش موجود بصراحة أرقام بالزبط هل هو تور M ولا تور A بالزبط M1 ولا M2 فهنقول إن نظام التور موجود عندهم اللي في متوسطه مدى 25 كيلو ونلاقي نظام قديم اللي هو السام 2 أو اللي بيطلق عليه الـ S75 ديفانا السوفيتي اللي محدث دلوقتي إلى مدى 45 كيلو وأكيد هنلاقي نظام السام 8 اللي اتمعروف تحت اسمه أسا اللي مدى 15 كيلو ونخش برضه في نظام السترلا 10 السوفيتي المعروف بسام 13 اللي مدى حوالي 5 كيلو وعندنا برضه نظام البوك الروسي برضه بس مش معروف النظام ده أنهي فيرجن منه ولا أنه فيرجن بتاعت البوك مختلفة وكل من فيرجن لواحده بيبقى لي مدى وبرضه عندنا المفروض اللي هو دور التاج دفاع الجوي الإيراني المفروض أنهي الـ S300 الروسي المدى 250 إلى 300 كيلو وفي الهجوم الأخير اللي كانت إسرائيل عملته بدروان داخلية بتقولك أنهنا دمرنا نظام منه على العموم كده احنا قلنا الأمريكي البريطاني الروسي اللي اخش بقى على النظام اللي ايه الصيني إيران يعني صين هتلاقي مدرعات صينية دبابات صينية كل حاجة صينية وبيعملوا شبهها أو مشاريع مشتركة فنتكلم دلوقتي على نظامين النظامين شبه جدا أنظمة تانية يعني الصين برضو مقلدة فانت تلاقي نظام الـ HQ2J وده مبني على السام 2 وأن السام 2 مفروض مدى 45 كيلو فده المفروض نفس الحكاية وهنلاقي بقى نظام الـ HQ7 وده شبيه كروتال الفرنسي شابه وتبيكل وده مدى من 8 إلى 15 كيلو وهنا بقى نجيب نتكلم عن الأنظمة الإيرانية المفروض إيرانية الصنع الصرف بس خلالنا نتكلم على سواريخ والسواريخ دي ظهرت من 2015 وهي تحت اسم سواريخ الصياد بخمس أنواع 2 2C 3 4 4B طيب كل واحد فيهم لماذا؟ يعني انت عندك 2 من 40 إلى 45 كيلو والـ 2C 175 كيلو والـ 3 120 إلى 150 كيلو والـ 4 210 كيلو والـ 4B 300 كيلو طب إحنا بنقول للسواريخ لأن المعظم الأنظمة دي بيغيروا الشكل وبيغيروا الاسم ويحطوا بس السواريخ فيه يعني الأساس هي السواريخ دي في الغالب طبعا مش كله تمام؟ وحبيت برضه أقول على أن هي 2015 لأن فيه أنظمة قبل 2015 هنتكلم عليها وفيه أنظمة أجدد عشان تعرف أن في الغالب الأجدد مسلح بالسواريخ دي بس خلينا أيه برضو ونتكلم أن أنت عندك صاروخين قبل بقى الصياد صاروخين تانيين واحد اسمه شاهين والتاني اسمه شلماشي مش عارف ينتقى بصراحة أكتب هالكور بس هو دول الصاروخين الموجودين مفروض أن شاهين هم مطور أكتر من التاني وما ده أكبر وخلي بالك أن صاروخ شاهين أو شلماشي دي شبه حاجة وشواخد بالك MIM 23 فهم دولة شبه أنا أقول أول حاجة بقى نظام هو مرصد 2010 وده بيتسلح بالصاروخين اللي نقلنا هم شاهين والصاروخ الثاني أنا مش عارف أمطأ اسمه نيجي النظام اللي بعدها وهو نظام راعد اللي هيكون بقى مسلح بصواريخ تصل إلى 105 كيلو 2013 بقى عندنا نظامين أول نظام يا زهراء وده شورت رينج والنوع الثاني هو هيرز التسعة وده برضو شورت رينج من 8 إلى 12 كيلو 2014 عندنا طباس أو طباس معرفش أن تقاب صراحة ما بين طباب الفارسي وده ما ده 75 كيلو وفي 2015 زي ما قلنا أنظمة الصياد ظهرت فكده إيه نحن قلنا أنظمة الصواريخ ده في الأول عشان نبقى عارفين بعد كده اللي هيجي خلاص فالغالب إنه ما حدود فيه الصواريخ دي وفي 2016 هنلاقي حاجة اسمها سيفوم خورداد ودي المفروض تطوير لرعد اللي كانت في 2012 ودي شبيهة للبوك أم والمفروض على كلامهم مداها من 50 لـ 200 كيلو شايف النطط؟ هنقول في الجزئية دي في النطط دي في آخر الفيديو حاجة كده معينة لقناها لازم قوي عند الإيرانيين أما 2018 هنلاقي فيه نظام كامل اثنين وده بيقول لك مداه 100 كيلو وفي 2019 تم إعلان عن نظامين تاني خورداد 15 وده مداه المفروض 120 كيلو لـ 200 كيلو ومفروض ده يقول لك يرصد طائرات اللي هي طائرات الشباحية يعني على مدى 85 كيلو ويتعامل معها على مدى 45 كيلو طبعا ده برضه مش لاجك أول لأن طائرات الشباحية في الحكاة دي إنها لو هتضرب أهداف أرضية هتضربها من أبعد بكتير والنوع بقى ده اسمه بقى اسمه بفار 373 ده معناها البفار بالفارسي اسمه الإيمان 373 ده الرقم الأبجدي لإسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاللي هو إيه يا محمد أو يا نبي والله حاجة كده يعني هذا النظام ده اسمه كده مش عارف هو كده والمفروض ده بيتحط بصواريخ الصياد أربع أو صياد أربع بي والصياد أربع مدى من 200 إلى 230 كيلو أما الصياد أربع بي زي ما قلنا مدى يصل إلى 300 كيلو عرفنا البفار 373 عشان لو حد سألك يعني في الموضوع ده عارف إنه موضوع الشريع وفي سنة 2024 أعلنوا عن نظامين والاتنين في شهر فبراير الماضي يعني المفروض الاتنين دولت 25 ل50 كيلو أما الثاني وهو نظام أرمان وده المفروض مدى كبير وده يصل إلى 160 كيلو في الآخر بقى كان فيه نظام أنا كنت سايبه الآخر هو مفروض من سنة 2013 بس لقيت حاجة كده غريبة فيه المفروض ان احنا قلنا صياد نزل في سنة 2015 النظام ده المفروض طلع سنة 2013 فاسم النظام اسمه طلاش تمام؟ بس بيقول لك انه دلوقتي بقى بيحطه فيه أنظمة الصياد اثنين وثلاثة فأنا سيبته في الآخر عشان الجزئية دي ايه فيها ممكن لغبطة شوية وفي الآخر فيه أنظمة تانية حوالي ثلاثة لاربعة ما جبت السيريتهم لأنها لم يلقيتش أي مرجع ليهم ولا أي كلام وشوية كلام في الميديا بس الإيرانية بس هل ده معناها بكل الأنظمة دي الدفاع الجو الإيراني دفاع قوي ولا لأ بصراحة أنا في رأيي أن الإيرانيين دايما مهولين يعني مهولين في قوتهم العبقرية والعسكرية وأن هما الجيش اللازي لا يقهر زي حد تاني والكلام ده كله بس هما في الأول وفي الآخر برضو مش ضيعين يعني هما قوتهم دي تقدر تقول قوات دولة قوية ولكن مش قوة عظمة وفي نفس الوقت لو حصل عليها هجوم من دولة عظمة مش هتصمد كتير بس تقدر تصمد في صراع إقليمي قوي مش عشان أن هي ممكن تصد كل الهجمات لا عشان هي ممكن تتحمل الهجمات دي فطبيعة جغرافية بتاعت إيران تقدر تتحملها ولو قدروا إنهم يحطوا مضادات جوية حتى لو قصيرة المدى فوق الجبال هتفرق كتير عن مضادات جوية بمدى واسع ولكن ما تقدرش تصيب أهداف فمن الآخر القوى العسكرية الإيرانية دي ممكن تكون بلونة كبيرة بس مش بلونة عالفاضي قوي يعني ممكن تعمل نتائج والقدرة الأساسية بالنسبة لإيران زي ما قلنا قبل كده هي ميليشيات أو إن هي حرب الإعصابات وكلمنا في فيديوهات قبل كده إن الطيران الإيراني لا ينفس بأي حال من أحوال أي طيران من أي دولة خلاجية بس العندهم قوة برية كبيرة يقدروا يحركوها في شكل ميليشيات وحرب إعصابات مع درونز كتير وسواريخ كتير وهي دي القوة الأساسية بالنسبة لإيران قلونا أنت برضو في كومنتات هل أنت شايف إيران قوة إقليمية كبرى وهل ممكن تصمت أمام قوة إمبريالية كبيرة أو دولة كبيرة زي أمريكا ولا ممكن أن هي تصمت في حرب إقليمية زي دولة من الدول اللي إحنا عارفينها مش عايزين لجيب سرتها قلونا في كومنتات شوفكم الفيديو جاي سلام